موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة الحكومة تدين جريمة تعذيب الصحفيين المفتطفين وحقوقيون يطالبون بسرعة الإفراج عنهم لقاء في سيئون يؤكد رفضه لدعوات الفوضى وإصلاح المهرة يدعو إلى رص الصفوف لمواجهة المشروع الإيرانية موسيقى تفاصيل الأنباية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم حيا رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية جاء ذلك خلال ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المواقتة عدن وجه الحكومة بمواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطع النفطي والمنشآت المدنية وحرية الملاحة الدولية وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ووجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفيين للشروط وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الاتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة وشفافة ومنصفة كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة أحبطت قوات الجيش الوطني في وقت متأخر من مساء أمس محاولة تسلل لميليشيا الحوثية الإرهابية شمال غرب مدينة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الإرهاب الحوثية في أطراف المطار القديم شمال غرب المدينة وكبدتها عددا من القتلى والجرحى وكان الجيش الوطني في تعز علن في وقت سابق مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا إيران الحوثية في عملية إغارة نوعية على مواقعها في قطع الضباب غربي تعز أعلن الأسطول الأمريكي الخامس يوم أمس اعتراض سفينة صيد في خارج عمان في الأول من ديسمبر الجاري كانت تهرب ذخائر ووقود للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن وقال الأسطول الأمريكي الخامس في بيان له إن سفينة الصيد كانت تحمل شحنة يزيد وزنها على خمسين طن مشيرا إلى أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرات شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر ونقل البيان عن براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأصول الخامس قول إن اعتراض السفينة يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزعي للاستقرار قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك إن استمرار تدفق السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي فاقم الأزمة في اليمن وأكد وزير الخارجية خلال لقائهم عن مبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي في العاصمة الإيطالية روما إن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة وخاصة الطائرات المسيرة أدى إلى مفاقمة الأزمة في اليمن وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات النفط وأوضح وزير الخارجية أن الاستهداف الحوثي للمنشآت وناقلات النفط في اليمن يتم بواسطة المسيرات الإيرانية بهدف فرض حصار اقتصادي على الشعب اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي لم تكتفي ميليشيا الحوثي بنهب مقدرات الوطن ومصادرة رواتب الموظفين وفرض الإتاوات على المواطنين في مناطق سيطرتها بل ذهبت إلى تقويض العمل التطوعي وملاحقة ومصادر ومصادرة الجمعيات والمبادرات الخيرية وحرمان المحتاجين من الطعام والدواء التضامن بالعمل التطوعي تحت هذا الشعار يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام يحتفل العالم تعزيزا للتطوع وتشجيعا للمتطوعين وتكريما لهم ومناقشة للمزيد من سبل الإبداع في التطوع ونفع المجتمع لكن اليمنيين في يوم التطوع يبدون في كون آخر وعالم مغاير ففي اليمن ومنذ انتفشت ميليشيا إيران وانقضت على المؤسسات الطوعية والجمعيات الخيرية ولاحقت أصحاب المبادرات التطوعية أصبح التطوع جريمة يخاف كثيرون أن يصموا بها وانحصر مفهوم التطوع في التطوع للموت في سبيل خامنئي وصبيه المختبي خلف الشاشات فيما مجرد التفكير بالتطوع لخدمة الناس بعيدا عن المسار الذي يخدم مسيرة الموت كفيل بوضع صاحبه داخل دائرة حمراء قد تنتهي به ينزف الدم الأحمر أو مرميا خلف جدران كل ما حوله ظلام وسواد وأنات معذبين أو في أقل أحواله مطاردا يبحث عن الأمن لنفسه بعيدا عن مناطق سيطرة الحوثيين لأنه فكر في التطوع لتقديم الخير للآخرين وأمام نسف الحوثيين لمفهوم العمل التطوعي وأشكاله القائمة والإبقاء فقط على ما أمكن تجييره ليغدو عملا تطوعيا لخدمة أهداف إيران لا لخدمة الإنسان أمام هكذا وضع مقلوب يؤكد الخامس من ديسمبر كحال غيره من الأيام التي يحتفي بها العالم لأجل الإنسان أنه لا تطوع ولا حرية ولا حياة بدون الخلاص من ميليشيا إيران أدان نائب رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالله أبو الغيث مسلسل الجرام اليومي الذي ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء الحديدة وقصفها للمساجد والمنازل والمزارع وقال أبو الغيث منشور على حسابه بفيسبوك إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في قصفها لجامع الرون في مدينة حيس بمسيرات إيرانية الصنع سلوك إجرامي وعمل إرهابي ممنهج وأشار أبو الغيث إلى أن تلغيم الطرقات والمزارع وقتل الأبرياء واستهداف المساجد والموانئ والاقتصاد الوطني وتهديد دول الجوار ومرات الملاحة الدولية جرائم لا تسقط بالتقادم وستدفع باليمنيين جميعا للمضي قدما في مواجهة الإرهاب وأكد أبو الغيث أن الاستمرار في تجاهل سلوك الإرهاب الحوثي شجعها على التصعيد والتمادي في الانتهاكات بحق المدنيين وخلق تهديدات كبيرة تستهدف الأمن القومي لليمن ودول الجوار خدمة للأجندة الإيرانية دانت وزارة الأوقاف والإرشاد استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جامعة قرية الرون الأثري بمديرية حيس جنوب الحديدة أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال وقالت الأوقاف في بيان لها إن هذا الاعتداء الحوثي يمثل امتدادا لسلسلة التفجيرات والانتهاكات التي طالت المساجد ومدارس تعليم القرآن الكريم منذ بداية التمرد على الدولة وفي سياق سلوكها الممنهج للقضاء على التعايش وقمع كل من يخالف فكرها الطائفي المتطرف وقالت وزارة الأوقاف إن ميليشيا الحوثي بهذه الأعمال تثبت بما لا يدعو مجالا للشك بأنها عدو للإنسان والوطن والدين القويم ولا يمكن أن تقبل التعايش الذي سار عليه اليمنيون طيلة عقود في ظل النظام الجمهوري قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك إن استمرار تدفق الأسلحة والطائرات المسيرة الإيرانية لميليشيا الحوثية الإرهابية يزعزع أمن المنطقة واستقرارها ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى دعم الإجراءات الحكومية الخاصة بتنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تيغاني على همش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن وثمن وزير الخارجية دعم الحكومة الإيطالية الثابت للحكومة الشرعية في سعيها لإحلال السلام وتطرق وزير الخارجية إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من اعتداءات حوثية إرهابية متكررة تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط أدانت الحكومة جريمة تعذيب الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن يانس جروبيند التدخل العاجل من أد انقاذ حياة الصحفي توفيق المنصوري والزملائه الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون الحوثيين وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هذه هيج في رسالة للمبعوث الأممي إن ميليشيا الحوثي نقلت الصحفي المختطف توفيق المنصوري ورفاقه إلى زنازين انفرادية في أغسطس الماضي وقاموا بتعذيبهم بشكل متواصل وبطريقة بشعة تتنافى مع كل أشكال الإنسانية وأوضح هيج أن تعذيب الصحفيين تم بحضور وإشراف رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى وأخيه شهاب المرتضى ونائبه مراد قاسم وشدد هيج على ضرورة إيقاف مسلسل التعذيب الحوثي المستمر للأسرى والمحتجزين وتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الاعتداء وضمان عدم تكراره والسماح للأهالي بزيارة ذويهم المختطفين باتت حياة أربعة صحفيين مختطفين في سجون الإرهاب الحوثي للسنة الثامنة في خطر بعد إخفائهم قسريا في زنازين انفرادية وتعرضهم للتعذيب والضرب المبرح على يد الإرهابي الحوثي المدعو عبد القادر المرتضى وزبانيته مأساة أسر الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثية الإرهابية لا حدود لعذاباتها الإنسانية المتزايدة فالأنباء القادمة من خلف الجدران السوداء تحت سطح الأرض لا تبشر بخير حيث تتدهور حياة أربعة صحفيين مختطفين منذ منتصف العام 2015 على مدار الساعة وكانت أسرة الصحفي المختطف توفيق المنصور ومناشدات حقوقية دولية ومحلية طالبت في وقت سابق بإنقاذ حياة الصحفي الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة وتحضر عليه الميليشيات الحوثية تلقي أية رعاية صحية على نفقة عائلته لكن الميليشيات الإرهابية فهمت المناشدات كاعتداء على حقها في تعذيب الصحفيين حتى الموت مستندة على سقوك إعدام صوري تعمل على تطبيقها بتقنية القتل المتدرج تحت التعذيب اليومي المتصاعد ويبدو أن ما يدعى برئيس لجنة أسر الحرب الحوثيين الإرهابي عبدالقادر المرتضى مفوضا حوثيا مع كتيبة من مقربيه الأسريين لتنفيذ هذه المهمة الإجرامية ضد الصحفيين الأربعة المختطفين ومنذ أغسطس الماضي أخفت الميليشيات الحوثية الإرهابية الصحفيين قسريا في زنازين فرادية تحت الأرض بينما تفرغ الميليشياوي المرتضى وزبانيته الإرهابيين لتعذيب الصحفيين وكسر جمجمة الصحفي توفيق المنصوري وتظل قضية الصحفيين الأربعة المختطفين مؤشرا حاسما على فشل جهود كل المبعوثين الأمميين إلى اليمن وخاصة المبعوث الرابع هانس غرونبير كما تؤشر هذه القضية المزمنة إلى غياب العدالة والمساءلة الدولية بخصوص جرائم الحرب والإرهاب التي ترتكبها ميليشيات الحوث الإرهابية ضد المختطفين المدنيين والصحفيين الأربعة بشكل متصاعد ومتخفف كليا من التفكير بعقب الجريمة وتبعاتها القانونية والقضائية ندد صحفيون ونشطاء بما أقدم عليه ما يسمى برئيس لنة الأسرة الحوثية المدعو عبدالقادر المرتضى من اعتداءات وتعذيب وحشي في حق الصحفي توفيق المنصوري وزملائه في سجون الميليشيا بعد عزلهم في زنازين انفرادية لمدة خمسة وأربعين يوما أكد صحفيون ونشطاء حقوقيون أن عمليات التعذيب والانتهاكات التي تطال الصحفيين في سجون ميليشيا إيران الحوثية يكشف دموية هذه الميليشيا الإرهابية وسجلها الإرهابي القبيح ويضع كل الجهات الحقوقية والمعنية على المحك الإدانة مثل هذه الجرائم والانتهاكات البشعة وتساءل الحقوقيون إذا كان المدعو المرتضى يمارس الانتهاكات والتعذيب بحق المختطفين والصحفيين وهو يرأس ما يسمى برئيس لجنة الأسر الحوثية فكيف بغيره وجلاوزة الإرهابي وسجون وزنازين الموت الحوثية معتبرين أن هذا استخفاف بالمبعوث الأممي وبلجنة التفاوض الحكومية وأشار النشطاء إلى أن أسرة المرتضى حولت سجن الأمن المركزي إلى مسلخ بشري للتعذيب بحق مئات المختطفين المدنيين مؤكدين بأن هذه الانتهاكات الحوثية والجرائم الممنهجة لا يمكنها أن تسقط بالتقادم وأكد الحقوقيون أن الإرهابي المدعو عبدالقدر المرتضى يفترض أن يحاكم وأن يعامل كمجرم حرب ويودع في محاكم الجنايات الدولية لأن يكون مقبولا في لجان التفاوض وبرعاية أممية لافتين إلى أن قبول هذا المجرم بعد اليوم في أي مفاوضات قادمة يعد تواطئا مع هذه الانتهاكات وشرعنة لها وفي هذا السياق كتبت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج قائلة أن يتم تعذيب المختطف توفيق المنصوري من رئيس فريق التفاوض الحوثي المرتضى شيء في قمة الانتهاك والاستخفاف بالمبعوث الأممي ولجنة التفاوض الشرعية والمجتمع الدولي والمحلي مضيفة نحن نقول من أمن العقوبة أساء الأدب كما كتب الصحفي والضاحي المنصوري الشقيق الصحفي توفيق المنصوري قائلا أسرة بيت المرتضى حولت سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاه إلى مسلخ بشري للانتقام من اليمنيين في سجونها هذا السجن يضم أكثر من ثلاثة آلاف مختطف ويتعرضون للتعذيب الجسدي والإرهاب النفسي بشكل متواصل على يد المجرم عبدالقادر المرتضى وشقيقه المدعو أبو الشهاب بينما كتب الصحفي عبدالبسط الشاجع إذا كان مسؤول الحوثية في ملف تبادل الأسرة عبدالقادر المرتضى هو المسؤول عن تعذيب المختطفين كما حدث مؤخرا مع الزميل المختطف توفيق المنصوري ورفاقه فكيف ستكون بقية العناصر المشرفة على الزنازين والسجون الحوثية وفي هذا الصدد تفاعل المصور الصحفي سليمان النواب بالقول ما يفعله رئيس لجنة أسر الحوثين المدعو عبدالقادر المرتضى بحق زملائنا الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيا الإيرانية هو إرهاب مكتمل الأركان وخساسة إمامية معهودة وحقد سلالي آثم ضد اليمنيين وانكشاف طبيعي لسلوك هذه العصابة الدنيئة جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدأي في دعم القضية الفلسطينية واستعرض وزير الخارجية مع نظيره الفلسطيني رياض المالك تطورات الأوضاع في اليمن وفلسطين والتنسيق بين البلدين في المحافر الإقليمية والدولية وثمن الدورة العربية الداعمة والمساند للحكومة الشرعية وجهودها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار شهدت مدينة تعز مظاهرة حاشدة نظبتها المقاومة الشعبية في المحافظة ودع المشاركون في المظاهرة إلى دعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير مناددين بحرب الخدمات التي هي الأخرى فاقمت من معاناة السكان طيلة السنين الماضية عندما دعت المقاومة توافد الناس بالآلاف تواقون للتحرير وفك الحصار والانتصار على الميليشيات الحوثية وتوحيد كل الجهود الرسمية والشعبية خلف الجيش والمقاومة وترك الخلافات البينية بين الأحزاب ومكونات الشرعية لتصب جميعها في مواجهة ميليشيات إيران التي تهدم اليمن ويتأذى منها المحيط العربي كونها تمثل توجهات الفرس وترعى مصالحهم تدعو المقاومة الشعبية مؤسسة الرئاسة والحكومة إلى دعم الجيش الوطني بكل متطلباته لخوض معركة التحرير خاصة وأن ميليشيات إيران ترفض الهدنة وتحشد عصاباتها ضد المحافظة وأبنائها خمسة تدعو المقاومة الشعبية السلطة المحلية والحكومة إلى الاهتمام بأسر الشهداء وإلى تبني معالقة القرحة وتلبية احتياجاتهم وتلبية حاجاتهم بضرورة بصورة تنهي معاناتهم هذه هي تعز بكل أبنائها التواقون للدولة واستعادة مؤسساتها يريدون رؤية خدماتها لمساعدتهم على الصمود خرجوا بمسيرة هي الأضخم في تاريخ تعز خلال سنوات الحرب بصوت واحد اهتزت له أرجاء تعز كلنا مقاومة كلنا مع التحرير ودعم الجيش وإنهاء الفساد الذي حرمنا الشارع النظيف وحبة الدواء وشربة الماء ومضاعفة الأسعار بسبب الحصار وعدم الرقابة على الأسعار تدعو المقاومة الشعبية كل أبناء اليمن الجمهوريين إلى اصطفاف ميداني واسع يتقاوز الأقوال إلى الأفعال لمواقهة مشروع إيران لمواقهة مشروع إيران في اليمن والمنطقة وبوحدة واتحاد ثمانية تدعو المقاومة الشعبية السلطة المحلية إلى تعزيز سياسة قمع الشمل وتقنب اتخاذ خطوات من شأنها أن توتر الأقواء أو تضرب السكينة العامة فيما العدو المتربس على الأبواب هي البداية كما يقولون ستتلوها مسيرات ووقفات حتى يسمع صوتهم وتستجاب بطالبهم وبهذا الخروج يثبت أبناء تعزيز بأنهم شعب صامد لهذا يجب أن يكافأ من قبل الشرعية بالاستجابة لمطالبه لا بالتجاهل باعتبارها حربا أخرى يتعرضون لها وإن لم توجه لهم القذائث فغياب الخدمات والغلاء والفساد والاستمرار بالحصار تقتلهم من غير سلاح ودع التعزيز اليوم صادق البترة المختطف في سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية وتعرض البترة إلى التعذيب الوحشي في سجون الميليشيا ومنع من تناول أدويته وتفاقم وضعه الصحي قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية العام 2019 وهو يعاني من عد من المشاكل الصحية أنس يطبع قبلته الأخيرة على جبين والده صادق البترة ويطيل النظر ليحفر ملامح وجه أبيه بعقله كونه حرم من هذه النظرة لسنوات ووالده بمعتقلات الحوثي والطفل أنس لم يكن وحيدا في وداع والده بل تزاحم الناس للصلاة عليه وتوديعه صادق رجل لا يوصف رجل بأمة رجل بحكم الوطن غادر ورحل وتركنا في هذه الدنيا في وعك رجل كان يرقع له في الملمات الصعبة رجل كان استشاري للناس كلهم رجل كان نحل العقبات رجل كان نقدر شيء مصفا تم اختطاف صادق عبدالقيري العبدالوارث البترة من مدرسة 7 يوليو في الحوبان وتم إدعه في سيقن الصالح في في 2017 يعاني صادق من التكسر في الدم وتعرض للتعذيب منع عنه الدواء في المعتقل وتفاقمت حالته النفسية الصحية كثيرا نتيجة التعذيب له في المعتقل تم الإفراج عنه في صفقة تبادل في نهاية 2017 خرجنا صادق كان يعاني نتيجة الآثر الصحية التي لزمته في السيقن منع عنه الدواء منع عنه الدواء في السيقن لمدة 6 أشهر وبعد خروجه من المعتقل كان كذلك يعاني هذه الأمراض الصحية الإنسانية صفة ربانية يمنحها الله لمن أحب فقد كان الفقيد صادق البتراء يتعامل مع الجميع بإنسانية وبلا تصنيف أو مفاضلة مهتما بالمحتاجين والنازحين والمختطفين وأسرهم مرجعا عند كل مشكلة الله صادق عبدالجي البتراء رحمة الله عليه كان إنسان بمعن الكلمة كان الرجل يقف مع الناس جميعا في الخير يتدعم الناس رحمة الله تقشاه عرفناه منذ الطفولة كان عاش مرحلة صعبة من حياته ابتلاءات كثيرة في حياته وأعتقل أربع سنوات في سجن الحوديين خرج من السجن ولكنه خرج خروج الأسد كما قال خرجنا مسجن شم الأنف خرج ولم ينسى الناس ظل في مساعدة كان مهتم بالنازحين مسؤول لقناة النازحين وكان يهتم بالستغير الكبير بالمرضى كان مهتم بالقرحة مهتم بالمعتقلين مهتم بالأسرة باختصار كان صادق عبدالجي البتراء إنسان بما تعني كلمة إنسان فصادق رحمة الله تقشاه شخصية لن تتكرر شخصية جامعة جامعة بمعن الكلمة تقمع ولا تفرق تنشر الحب والتعاون واللخاء رحمة الله تقشاه خسر التعز وخسر الناس برعء إلى خسارة كبيرة جدا رحل إلى الله خفيفا محبوبا تنهال عليه الدموع وهي عادة لا تنهال إلا على القليلين من تركوا أثرا طيبا بقلوب الناس وخاصة الضعفاء منهم فرحمة الله تغشى الفقيد صادق البتراء صاحب القلب والابتسامة التي لن ينساها كل من عرفه إلى ذلك شيع اليوم في محافظة مارب جثمان الشهيد البطل العقيد جميل بن هدبة أركان حرب اللواء 187 مشاه وقائد كتائب النفير العام بمحافظة الجوف والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ونقل جثمان الشهيد إلى مقبرة الشهداء بمارب في موكب جنائزي مهيب عقب تشيع رسمي تقدمه رئيس هيئة العمليات الحربية لواء الركن خالد الأشول وقائد المنطقة العسكرية السادسة لواء هيك الحنتف ورئيس أركان المنطقة السادسة العميد محمد بن راسيا ومشاركة العديد من القيادات العسكرية والأمنية وجموع من أقارب الشهيد ورفاقه وأشهد اللواء الأشول بمواقف الشهيد ومواقفه الوطنية وبطولاته وتضحياته في المعركة الوطنية وحضوره الفاعل في مختلف المعارك الحاسمة في مواجهة ميليشيا الإرهاب الحوثية وأكد المشيعون المضي على درب الشهداء الأبرار حتى تحرير كل شبر في الوطن من ميليشيا الحوثية الإرهابية وتحقيق طموحات الشعب في الحياة والحرية والحياة الكريمة العقيد جميل بالناصر في الحقيقة نحن افتقدنا عالم من أعلام الوطن له التاريخ الناصر لمكافحة هذه الفئة المعتدية على البلد منذ الوهل الأولى هذا الرجل استوعب ما تحمله هذه الجماعة من أفكار فحمل البندقية مجاهدا مكافحا ضد هذه الجماعة من بداية أول وهلة في المحافظة من 2011 وتنقل في مشروعه الجهادي من الجبهة إلى جبهة في الجبال وفي السحراء حتى أكرمه الله بالدفاع عن المارب وكان من السباقين في هذا المجال الشهيد العقيد جميل حدبة هذا الرجل بطل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض السرطة أولا ثم يعوضنا ثانيا في هذا البطل الذي ما ترك جبهة ولا منطقة ولا مكان لهذه الميليشيات المتمردة إلا كان في المقدمة مسباقا في كل مكان سواء في جبهات محافظة الجوف من أقصى محافظة الجوف إلى أقصاها أو في جبهات مارب كل جبهات مارب تشهد لهذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه أو تلك الخطوات التي خطاها مدافعا عن كرامته وعرضه وشرفه وشرف اليمنيين جميعا أن تكون في ميزان حسناته القائد البطل المقدام الشجاع جميل بن ناصر بن هدبان سأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتكبله هذا الرجل المجاهد القائد المقدام الذي لم نعرف أنه توانى يوما من الأيام عن أدى واجبة لقد كانت له صولات وجولات في مجاهدة المد الرافضي المجوسي منذ 2011 حتى هذه اللحظة التي لقي ربه فيها شهيدا مجيدا تشهد له كل المعارك وتشهد له كل الواقعات وتشهد له كل المواقع وتشهد له جبال حام وسدبة ويبر والغيل وتشهد له رمال اليتمة وتشهد له كل المواقع وكل الجبهات وتشهد له العكد ويشهد له البلق الشرقي والجنوبي وتشهد له الكسارة وتشهد له كل المواقع لا أستطيع أن أعددها نسأل الله تعالى أن يرحم الشهيد العقيد الجميل قاصر حدى كان قايدا مقداما شهما كريما كان سباقا للأفراد كان يسبق أفراده في كل الجبهات وهذا يعني لو نوصف كما نوصف ما نعطي حقه فنسأل الله أن يرحمه ويتقبله وأن يعوضنا كل يوم نودع واحد من فلادات أقبادنا وهذا يعلم القاصي والداني نحن كل شي عندنا رخيص في سبيل عقيدتنا ويسبيل بلادنا ويسبيل أعراضنا لا نبالي بمن راح جميل من حال غيره من الشهودة نسأل الله نلحقنا بهم شهودة ووفانا لهم نحن نلحقهم لا نغير ولا نبدل لحتى نسترجع بلادنا وعقيدتنا وديننا وعراضنا شيعنا في هذا اليوم القايد البطل الأخ جميل بن هدبة الحقيقة يعني أنه قايد من القيادات النادرة من الصغر فمن عام 2011 وهو يجاهد في كل مكان في الجوف كامل محافظة الجوف كامل ثم في مارب في الكسارة ثم بعدها في الجبهة الشرقية الحقيقة يعني الأخ جميل يعني كان من قيادة النادرة يعني يشهد له أخوانه وأنصاره كان قايدا بالفعل كان متواضعا كان يحبه من أراه حبه وكان يعني قدوه بكل حاجة كان قدوه مع العسكر قدوه مع الناس قدوه مع القتال كان يعني أي جيبها يدخلها بذل الله سبحانه وتعالى هي يتقدم فيها دعا التجمع اليمنية للإصلاح بمحافظة المهرة خلال ندوة سياسية أقامها بمدينة الغيظة بمناسبة عيد الجلاء دعا الأحزاب السياسية باستشعار المسئولية والعمل على توحيد الصفوف نحو الجبهة الوطنية لاستعادة ما تبقى من أراضي الوطن والتلاحم ضد الأطماع الإيرانية في البلاد رسائل سياسية تضمنتها هذه الندوة التي أقامها حزب الإصلاح بمحافظة المهرة لتجديد مواقفه حول القضايا الشايكة الندوة التي جاءت متزاملة مع ذكر عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر تطرق القائمون عليها لأربع أوراق مختلفة المحاور ركزت في مجملها على الدور الذي لعبته المهرة منذ فترة الاستقلال إلى ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية وما تعرضت له من تهميش سياسيا واقتصادي حتى بعد الثور ظلت المهرة في عزلة وظلت المهرة في تهميش وإلى اليوم ربما نرى المهرة أنها من المحافظات المهمشة التي لم تعطى حقها كأي محافظة أخرى من المحافظات التي يعني لاقت مشاركة في القرار السياسي أو لاقت مشاركة في كثير من الأمور فظلت المهرة إلى اليوم وهي تعاني هذا التهميش ونأمل إن شاء الله وكل أبناء المهرة أمل أن المهرة تجعل يكون لها كيانها ويكون لها مكانتها بين بقية محافظات اليمن الندوة التي يقيمت تحت عنوان أمن واستقرار محافظة المهرة مسؤولية الجميع وجهت خلالها قيادة الإصلاح دعوات إلى الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية للقيام بواجبها وتوحيد الجهود نحو المعركة المصرية لإنهاء الانقلاب الحوثي وتغليب المصلحة العامة للبلاد على أي مصلحة أخرى للخروج بها من الوضع الراهن نحن في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة من خلال هذه المناسبة لنجدد دعوتنا للأحزاب السياسية والمكونات الوطنية للاطلاع بمسؤولياتها ومد جسور التعاون والتواصل من خلال القواسم المشتركة التي تجمعها وهي كثيرة والقبول بالآخر والتعايش بدلا من التخندق والشيطنة للمخالف وإيقاد نار العداوة والذي بطبيعة الحال يزيد أزمة البلاد ويطيل أمدها الندوة السياسية تشدد القائمون عليها بضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفعل تضحيات وتلاحم أبناء شمال وجنوب الوطن في طرد المستعمر البريطاني والقضاء على الكهنوت الإمامي مؤكدين مواصلة النضال ودعمهم لكل الجهود الرامية لاستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة إلى ذلك طلب إصلاح محافظة المهرة المجلس الرئاسي والحكومة بتوجيه السلطات المعنية في حضر موت بالإفراج عن القيادي الإصلاحي عواض الدقيل وأوضح رئيس إعلامية الإصلاح بالمهرة الأستاذ محمد كلشاد في تصريح خاص لقناة سهيل بأن مصير الدقيل لا يزال مجهولا مطالبا المنظمات بالقيام بواجبها لإيقاف الانتهاكات التي تطال القيادات الإصلاحية نحن في التجمع اليمن الإصلاح في محافظة المهرة نرفع نداء إلى القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي وكذلك الحكومة والمنظمات الدولية في الإفراج الفوري عن القيادة الإصلاحي الأستاذ المهندس عواض الدقيل الذي للأسف الشديد أنه تم اعتقاله من قبل قوات ونقطة أمنية في محافظة حضر موت وإلى اليوم لم يفرج عنه فعلى القيادة السياسية وعلى الحكومة وكل الجهات السعي في الإفراج عنه أكد لقاء تشاوري في مدينة سيئون على أهمية حفظ أمن واستقرار حضر موت الوادي والصحراء ورفض وتجريم أي دعوة لجر المحافظة للصراعات والتصادم مع الجيش والأمن وشدد اللقاء الذي ضم قيادة مرجعية قبائل حضر موت والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية وقيادة الجيش والأمن بوادي وصحراء حضر موت على ضرورة دعم الوحدات الأمنية في حضر موت الوادي والصحراء من أدل قيام بواجبها وتأسيس وحدات لمكافحة الإرهاب والمخدرات بكافة أنواعها وأشكالها وأعرب اللقاء عن رفضه لأي تدخلات في وادي وصحراء حضر موت لافتين إلى أن القوات العسكرية والأمنية المتواجدة هناك تتبع وزارتين الدفاع والداخلية والقرارات المتعلقة بها تتبع المجلس الرئاسي وشدد اللقاء على رفض وتجريم أي دعوة لجر المحافظة للصراعات عبر التجنيد خارج إطار الدولة داعيا إلى زيادة أعداد تجنيد أبناء حضر موت في وزارة الداخلية والدفاع عبر الأطر الرسمية نظمت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث فعالية الرياضية في مدينة مارب بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تضمنت عددا من الأنشطة الرياضية المتنوعة انطلقت بمدينة مارب الفعالية الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الجرحى والمعاقين التي تنظمها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بالتعاون مع مكتبي الصحة والشباب والرياضة وهيئة مستشفى مارب العام بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام الفعالية الرياضية التي أقيمت في مدينة مارب تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت الشعار قادرون ويشارك فيها 160 من دول الاحتياجات والمستفيدين من خدمات مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل وتتضمن عددا من الأنشطة والمسابقات الماراثونية والشطرنج وكرة القدم نحتفي جميعا وندشن الماراثون الرياضي الذي سوف شارك فيه ذو الهمم إذن منه وتلبية الاحتياجاتهم وتطلعا في مساعدتهم وإدماجهم في المجتمع حقيقة نحن بفضل الله عز وجل بالتعاون مع مؤسسة الأمين ودعم السخيم من مركز ميكسلمان قمنا بعمل عديد من الأنشطة في هذا المجال منها مركز العلاج الطبيعي وكذلك مركز الأطراف الصناعية اليوم شارك عدد كبير من الأخوة ذو الهمم الذين تلقوا تلك الخدمات في هذا الماراثون وهذا إذن منه حياء ليوم الإعاقة العالمي يأتي الاحتفاء باليوم العالمي لذو الإحتياجات الخاصة للفت الأنظار لمعاناتهم والتذكير باحتياجاتهم والحث على تقديم الدعم بما يمكنهم من تجاوز إعاقتهم وتأهيلهم نفسيا ومهاريا للإندماج في المجتمع محمد القليصي لقناة سهيل مأرب بعث رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمنية للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن إنصاف مايو برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية القانونية والاجتماعية المحامي شيخ طارق محمد عبد الله الذي وافته المنية يوم أمس وقال مايو في برقية العزاء التي بعثها لأسرة الفقيد إن رحيل شيخ طارق يمثل خسارة كبيرة لشخصية عرف عنها تمكنها في المجال القانوني وعلاقتها الواسعة بكل ألوان الطيف في مدينة عدن وعشار مايو إلى عراقة هذه الأسرة العدنية ودور الفقيد ووالده في العمل التنويري بعدن وتأسيسه للجمعية الإسلامية عام 1949 بمشاركة الشيخ محمد سالم البيحاني والشيخ علي باحوميش والتي اعتبرت لاهقا أول نواة للعمل الإسلامي في المدينة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسئولي الدولة الحكومة تدين جريمة تعذيب الصحفيين المفتطفين وحقوقيون يطالبون بسرعة الإفراج عنهم لقاء في سيؤون يؤكد رفضه لدعوات الفوضى وإصلاح المهرة يدعو إلى رص الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في ختام النشرة لكم مني أطيب المناتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة